السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. والذي سأتكلم فيه المشتقة لغريتمية لدالة. يعني تكون عندنا لغريتم دالة. مثلا نخد دالة هي لغريتم دالة. يعني الان ديال دالة وليس الان دو اكس. يعني هنا توجد دالة. يمكن ان تكون دالة مثلا هي جدر اكس. يمكن ان تكون اكس زائد واحد. يمكن ان تكون كوسينيس اكس. يمكن ان تكون اي شيء. مفهوم? اولا سنتكلم عن قابلية اشتقاقها. يعني كيف ندرس اشتقاقها? واين هي مشتقة? وثاليا سنتكلم عن المشتقة. كم تساوي? يعني كيف نحسب مشتقتها? جيد. بالنسبة لقابلية الاشتقاق. ماذا سنقول? بالنسبة لقابلية الاشتقاق. آآ لكي يكون لكي تكون قابل الاشتقاق علي او لا. ساقول هكذا ساتكلم اف يعني اف قابلة للاشتقاق. على آآ مثل المجل اي? اذا كان. اذا كان ماذا? اولا يجب ان تكون اي قابلة للاشتقاق. على ذلك المجل اي? هاد او. هاد دلة ي لان هاد? 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 هاد مركب الدلة الين مع الدلة او يعني الين غان او دو ايكس وقد تكلمنا سابقا عن شروط اشتقاق او شروط اشتقاق مركب دلتين او قلنا هي نصف شروط نصف شروط يجب ان تكون او قال اشتقاق على اي ويجب ان تكون الين او يجب ان تكون طبعا الخارج او صورة اي بالدلة او هي ضمن مجال اشتقاق الين اللي هو زر بلس نفيني يعني يجب ان تكون لكل اكس من اي يجب ان تكون اي دو اكس اكبر قطعا من السفر عفون ليس اكبر قطعا وانما تخالف اكبر قطعا هذه بالنسبة للاتصال يعني تخالف سنوك تخالف السفر سترون لماذا سترون لماذا سترون لماذا يجب ان تخالف السفر سترون ذلك اذا ولا حساب المشتقة هنا ستعرفون لماذا هذه الشروط لان مشتقة اف اللي هي مشتقة الالن يي دي اكس هي مشتقة اي دي اكس على اي دي اكس مشتقة دلى هي سهلة جدا هي اي دي اكس على اي دي اكس بكل بساطة يجب ان تكون اكبر قطعة من السفر هذا في الاتصال اي قابل الاشتقاق على اي جيد قابل الاشتقاق على اي لان هنا المشتقة هي اي بريم لا يمكن ان نكتب اي بريم الا اذا كانت قابل الاشتقاق جيد الان عرفنا كيف نحسب المشتقة وكيف نبين ان ندلة قابل الاشتقاق ناخذ مثال ناخذ مثلا مثال ناخذ مثلا الدلة Fdx تساوي Ln Xc2 زائد خمسة لنترس اشتقاق هذه الدلة اه دراسة اشتقاق F اول مجال تعريفها هو A لان Xc5 دائما الموجبة يعني دراسة اشتقاق F على A ماذا سنقول 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 هكذا سنقول ان سنحقق الشرطين Xc5 كيف هي دراسة Xc5 هي قابلة للاشتقاق على A لماذا؟ لانها دراسة حدودية و الشرط الثاني هي تخالف السفر لكل X من E Xc2 زائد خمسة دائما تخالف السفر لان هنا C2 حتى لو كان عدد السليب سيصبح موجب لانها دائما تخالف السفر جيد تخالف السفر يمكن ان تحسبو دلتا دائما تخالف السفر الشرطين المحققين ومنه فان F قابلة للاشتقاق على A جيد الآن نحسب مشتقة حسب F' لاحظوا F' هي لان X 60 زائد خمسة بقيم كما قلت لكم هنا هي x يعني مشتقة X وقارة زائد خمسة على X وقارة زائد خمسة بكل بساطة مشتقة X وقارة زائد خمسة يجوج وها قد حسبنا مشتقة F بكل بساطة باقي شيء واحد يجب أن نتكلم عنه وهو الدالة الأصلية يعني بكل بساطة إذا كانت عندنا إذا كانت عندنا تعبير يكتب على هذا الشكل فالدالة الأصلية هي ألن سأوضح الأمر سأوضح الأمر هذه خاصية خاصية الدالة الأصلية الدالة الأصلية للدالة التي تكتب هكذا بكل بساطة على إد هي أو نكتب الدالة الأصلية الدالة هي الدالة إد لكن يجب أن تتنبهوا لأمر مهم جدا وهو أنه يمكن أن تكون هذه الدالة السالبة يعني هي دعب أن تخالف السابق لكن يمكن أن تكون السالبة وبالتالي يجب أن تفعلوا قيمة مطلقة عندما تشتقون ليس الأمر كما هو عندما تريدون أن تحسبوا الدالة الأصلية لا تنسوا لأننا قلنا الدواء الأصلية جيد طبعا تبقى نفس تبقى نفس الأشياء طبعا هنا قابل الشخص على المجل كل الشرط محققة يعني ليس هناك مشكلة طبعا حيث هذا السي هو أدد حقيقي جيد نأخذ مثال هذه خاصية نأخذ مثال مثلا نأخذ دالة دالة نسميها جد اكس جد اكس تساوي مثلا خمسة على خمسة اكس زائد ثلاثة هالدالة لنبحث عن دالتها الأصلية طبعا انظروا كيف تكتب تكتب هكذا تكتب هكذا هات خمسة هي خمسة اكس زائد ثلاثة بقيم كل بساطة على خمسة اكس زائد ثلاثة ماذا قلنا الدوال الاصلية للدوال التي تكتب على هذا الشكل اذا الدوال الاصلية للج هي ساقصبها كبيرة كده تساوي لن خمسة اكس زائد ثلاثة بقيمة مطلقة زائد ك لماذا فعلت قيمة مطلقة لان هات الاصلية يمكن ان تساوي يمكن ان تكون سالبة طبعا هنا المجال للتعريف درجة هي متصلة في مجال ناقص ثلاثة على خمسة يعني اغمى ادع ناقص ثلاثة على خمسة جيد وكذلك دالة الاصلية ستكون معرفة في هذا المجال لانه اذا كانت دالة متصلة على مجال فهي تقبل دالة الاصلية في ذلك المجال مفهوم اتمنى ان تكونوا فهمتم جيدا والسلام عليكم ورحمة الله